يا صباح الخير يا صباح الهدوء يا صباح الايام اللي بتعدي الحمد لله بسلام بقالنا شوية هو وقد كده بنكتشف ان احنا شعب طيب احنا بس يومين هدوء تلاقي الشعب ماشي هادي وتلاقي ناس بتكلم بعض بهدوء وتلاقي الدنيا روقت يا رب يا رب اليومين اللي بقين من السنة دي والسنة الجديدة كلها تبقى خير على كل المصريين وكل اهداف التورة تتحقق وكل الناس تبقى سعيدة ومصر كده تنتعش ونعيش حياة كريمة اللي كلنا بنتمنها ومش عايزين غيرها احنا عايزين بس حياة كريمة وده حق بسيط جدا هنكون معاكم على الهوى لمدة ساعتين انا وفادي صباح الفل يا فادي صباح الخير يا عيدة وصباح الخير لكل مشاهدي ان تي ان وشبكة ان تي ان وقناتنا اللي في كل حتة في الدنيا حلقة الخميس 29 ديسمبر 2011 فاضل يومين والسنة تخلص كل سنة وانت طيبين ونسبة 2012 ويا رب اليومين البقين يعدوا على خير نهاية اسبوع سعيدة على الجميع نتمنى انه اللي جاي برضو يبقى اهدى وعجلة الانتاج تمشي اكتر تمان لان احنا محتاجين ده جدا واعتقد انه في احساس انه الحكومة بتتحرك وده كويس للجميع نتمنى ان احنا نشوف اللي احنا مشوفناهوش في الحداشر شهر اللي فاتوا لان 25 يناير عيد الثورة جاي واعنشوف بس برايشو نبقى عجلة الانتاج دي عشان بقى عندنا حساسية منها شويس نعايزين نشوف لا اسم تاني نشوف ان احنا ننتعش نزدهر نشتغل نشوف اي مصطلحات تانية غير عجلة الانتاج عشان كلنا زينا من الموضوع العجلة ده ومش عايزين نتكلم عنه خالص النهاردة هيكون عندنا فقرات بنتابع فيها اهم الاحداث ومن الحاجات طبعا اللي كنا نتابعناها مبارح على شاشة التلفزيون هي محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك مبارح وتأجيل المحاكمة ليوم 2 يناير والمفروض ان الكلام اللي احنا فاهمينه ان المحاكمات هتفضل تبقى يومية بعد كده لحين صدور الحكم بحد اقصى في شهر مارس هيكون عندنا فقرة خاصة عن المحاكمة ونشوف ايه اللي حصل ونشوف معنى التأجيل ومعنى انها تبقى يومية ايه كل ده هنعرفه من ضفنا استاذ مجدي دربالة نائب رئيس تحرير جريدة اخبار اليوم ومع نهاية اسبوع هادية نسبيا يمكن من فترة يمكن من شهر 11 واحنا غير دلوقتي الدنيا كانت سخنا يمكن ده اول اسبوع الدنيا تهدى شوية لازم نتكلم عن البورصة ووضعنا بنتكلم عنها دايما في اول اسبوع وفي اخره عشان نعرف اخبارها ايه ايه توقعات حصل ايه في الاسبوع لان ده يهم الجميع هيكون معنا استاذ محمد وغيه خبير الاوراق المالية والتداول هنتناقش معاه في تفاصيل اسبوع للبورصة المصرية عندنا فقرتين كمان واحدة عن مجلة ادب ونقد اللي اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي محتاجة حاجة زي من 15.000 جنيه عشان المجلة تقدر تطلع بشكل دايما لان المجلة فعلا مجلة مهمة لكل الادباء وكل الناس اللي مهتمة بالادب والثقافة ففي اخبار ايجابية عن المجلة النهاردة هنعرفها من شاعر حلمي سالم رئيس تحرير مجلة ادب ونقد عشان نعرف التفاصيل وختاما كمان هيكون عندنا فقرة مع استاذ محمد ابو حامد نائب رئيس حزب المصريين الاحرار نتابع كده وعضو مجلس الشعب طبعا عضو المتخب ده اهم حاجة عن حزب المصريين الاحرار والكدرة المصرية في فرلمان التورة في 2012 وهنبتدي فقراتنا مع استاذ عمد الدين حسين مدير تحريك بيئة الشروق بعد الفاصل على طول في قولة فقراتنا في الصحافة تابعونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة